وقعت لي واحد الامر عجيب وهو احد الزبناء دينا رحمه الله واحد النهار جاب الخبار بان انا انا في الحزب الشيوعي ومشت اي مشا عند الرئيس المدير العام عند الحاج عبد المجيد بجون كان صديقه وقال له كيفاش هالحاج قال له تعطي المصالح دينا لهذا الدري اللي عندكم ثمه وسمعت بي انه سيوعي وهو من بعد هو اللي حكى لي هادا حكى لي هادا الامر هادا فيما بعد الى جلالة الملك اخذ الخرار قل له جلالة الملك تصفت الناس يموتوا في الصحراء وانا غادي اعطيني انسير بوان كمع يوم انا قبل لنا اش خريف ما عندي قبل لنا هذا 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 واجب ولكني لا يمكن لكم افتخر بكلام قاله جلالة الملك الحسن التاني في حقي اللي اسماني في السياج قال لي افلان مشي حيت انت في البيت بي اس وحيت غادي نعملو حكومة دي التوافق مع اليسار اش عيتلك عيتلك لانا انت مهني والناس يقولوا بانك المعروف بالكفاءة والاستقامة ديلك مشاهدين العزاء اهلا بكم نستضيف الاستاذ سهيل عبدالوحد احد القيادة التاريخية لحزب التقدم والاشتراكية الاستاذ سهيل كان وزير سابق كالرئيس مدير عام للقرض العقاري السياحي ويجر وراءه سجلا حافلا كمناضل سياسي وكاحد الاقتصاديين المغاربة المشهود لهم بالكفاءة العالية اذا بعد حصولك على البكالوريا والاجازة في الاقتصاد دخلت البنك كيف تم ذلك؟ ما كان سهل هو مسروعي المسروعي ما كان سهل البنك المسروعي هو كان هو هو نولي استاذ جامعي وانا داك الكلية ديال الحقوق مع بعض الطلبة الاخرين كنا واقل زجرة ثلاثة قلت بانها مستعدت يعطونا منحة على اساس اننا نضيو تعاقود ونمشيو نوجدو دياليوياس ومنبع الدكتورة باش نشتغلو في الكلية طبعا هدي فكرة كان تعجبانية وشي كان الحاحه ومساعدة كبيرة ديال السياح عزيز والسياح عزيز كان بغاني نكون استاذ عزي بلاليا كان بغاني نكون استاذ جميع ولكن الامر من اللي خبرت به الاسرة انا هو البكر ديال العائلة انا داك كان عندي خمسات الخوطة من بعد مني الابراج العلاقة بالحال الموضف بسيط اه اعتبر بانه يعني كوني وانا عملت وصلت المستوى الجامعي بانه هناك حد لهذا الامر هذا فهو او مألي بانه محتاجني وانا عملت براسي ما اسمعتش واحد الصباح جا عندي وجاب لي جريده لك ديالك الوقت وقيله لبفوتي مارو كان كان وجا قال لي ها انت عبد الواحد ها انت اشوف هاي 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 بانكة في بلادك في الضرب بغد دخل الناس يخدموه وراها كيعودوا عليها مزيانا بنك المغربي للتجارة الخاجية وراه صاحبي بنجللون نخدم في احد صاحبي بنجللون كان اربيتر دوفوت بول صاحب الواليد والواليد كان اربيتر دوفوت قل لي راها قلت له اخها الواليد صافي افهمت وكا عملت الطالب بس نتقدم لهذاك الكونكور ومشيت عنده من بعد نجحت في الكونكور وكانوا امكانية دخلها في الوزارات المالية في بنك المغرب في القرض الفلاحي مشيت عنده عزيز قلت له وراها صافي عزيز غادي نعمل الديويس هنا في ايه غادي نعمل الديويس هنا في المغرب وورانا غانا نخدم في البنكة اه ما عجبوش الحل قل لي بالفرنسية واحد الكلمان ممكن ليش نقولها قل لي لانا هادي يعني هاد الشي ماشي واحدة كوة انا مكنكش خانع طابرك بليد لهذا الدرجة يعني قالها لي بالفرنسية قلت له وانا قلت له عزيز ملي غادي نديرو التورة واسغلين واسغلين نحتاجون الناس اللي تعرفوا في البنكة ولا ما نحتاجونه بس قل لي هادي عندك بسير الله يعاونك وفعلا من بعد تسجلت في الكلية ديال الحقوق بس نعمل الديويس ولكن ما عملت سانة ومن بعد مشيت لإيطاليا واحدة السنة ديال التمرين تم باك وانتهت علاقتي بالجامعة شقتي طريقك في القطاع البنكي يمكن تذكرنا بواقع هاد القطاع انا داك قطاع البنكي دياللك الوقت كان مسيطرين عليه الفرنسيين كانت كانوا جوج للأبناء المغربية اللي كانوا بالمبادرة ديال القطاع العام اساسا الحكومة ديال الله إبراهيم البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي طبعا كانت البنك ديال التنمية الاقتصادية وكانت القرض الفلاحي اللي كذلك بونك عمي وكانت القرض العقاري والسياحي اللي تهمها هادو كلهم كانوا كيتسموا مؤسسات مالية لأنها ما كانتش كتاخذ الودائع ديال الزبناء كانت كتتمول على المدى الطاويل ولكن كتتقتارض هي برأسها الاخرين كانوا أبونوك البنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية كانوا كياخذوا الودائع ديال الزبناء البنك الشعبي كان بانك عنده طابعة تعاونية وكانوا الفرنساين هما اللي هما اللي يداروه والبنك المغربي للتجارة الخارجية كان مخصص في التجارة الخارجية ولكن فهمنا بسرعة بأنه ستكون عندنا واحد المؤسسات ديال كتيرة بس نجمعوا الودائع لأنها هي أساس ديال القطاع البنكي فالبنك المغربي للتجارة الخارجية كانوا المديرين البغاربة اللي فيه كان الرئيس المدير العام الحاج عبد المجيد بن جلون وكان فيه السيم محمد الجوهري لله يرحمهم والسي سعيد بن سوداء الله يرحمه كان توفيق تكالي هادو ربعا ومعهم تقريبا شستاش ولا سبعتاش ديال الاجانيب مش غير كمديرين بل كرؤساء ديال ديال الدبارتبان ديال الاقسام وبما فيه الموظفين حتى ال داكتيلوغراف كانوا أوروبين فرنسيين فرنسيين إسبانيين بورتغاليين يعني من الأوروبيين لأن البنك المغربي للتجارة الخارجية تسعولو خمسين يلا تلت سنين على الاستقلال إذن كان البغاربة اللي كانوا جزء كبير منهم مغاربة اليهود اليهود في المغرب قرأوا قبل من المغاربة في المدارس الفرنسية وتعلموا وحد عدد المهان كانوا فيها مقبل من المغاربة المسلمين منهم البنك منهم البنك ده اللي كان اللي عجبه هو من اللي عملوا الإضرابات وكانوا نقابين وعملوا الاتفاقية الجماعية مبيل البنك كانت الأعياد اليهودية جزء من الأيام العطال دي الأبنك إلى جانب الأعياد دي المسيحين والمسلمين القطع الخاص؟ القطع الخاص كانوا فيه الأبنك الفرنسية كانت اللي كانت ديال البنك ديال ناشنال ديال باري كريدي ليوني عندو الكريدي دي ماروك يالله عدبعو هادي واحد العامين لعائلة ديال بن صالح لصوصيتي الجنرال هاي عدتبعت هادي واحد بضع شهور لصييسي اللي كانت اللي ولات بانك التجاري فيما بعد اللي كانت كذلك ديال ديال الفرزين كانت البنكو اسبانيول إن مارويكوس تهيئة موجودة كانت لصوصتي ديبونك دي مغرب اللي هي تهيئة على الفرنسي اللي من بعد تم دمجها من طرف البنك المغربي التجاري الخارجي يعني القطع البنكي كان أجنبي بكل ما فيه الكلمة من معناه لا إدارة ولا تسيرا ولا رأس مالي بأي أجر بديسي؟ احنا ذاك الوقت بدينا بالأجر بش بدينا كان 1500 درهم طالع طالع بالنسبة الإدارة العامة كانت ذاك الوقت نقدر نقولك بأنه بنك المغرب كانت كانت تخلص بش 1000 درهم والناس اللي بدأوا في وزارة المالية كانوا تشدوش 800 درهم ذاك الوقت احنا كنا نشدوه كتر وان هما شي كان نشدوه على 12 شهر كان نشدوها على 14 أو 15 شهر يعني كانت كان كان البنوك كانت تخلص حسن من 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 القطع العام بصفة بصفة عام وكي هادي بروت كي هادي بروت منك يزولو لك الضرائبي لأخير كانت تبقى لكي 1300 درهم واللي هي نسبيين كانت تكتر الخير والبركة لينك تكن تقريبا تنعطي الوليد كتر من الأجرى دياله ماذا حالك أسعطيه؟ كان نعطي 400 درهم في كل أشهر وتن نعطي الوليدة وتن دور مع الأخوة وتعيش معهم بذلك الوقت بقي عزري غريت ترقى داخل القطاع البنكي وغادي فيما بعد تصبح رئيس مدير عام القرض العقاري والسياحي من بعدك ذاو 30 سنة ديال عندك يفهمون الناس أول من اللي دخلت البنكة دخلت بكونكور كنا واحد العدد ديال الناس وقبلوا منا ثمانية وكان علينا أننا سنة ديال التمرين هذيك في سنة ديال التمرين أنا مريت من كل كل الأعمال اللي كانت دير لبنك من الهزان ديال الفلوس من البنك المغرب ونديرهم في الطموبيل ونوصلهم الوكالة لحسب الفلوس إليه وتعمل وتعرفش كل واحدة يعني في عام كله قدرت على جميع الأنشيطات ديال وقلت تحدثت تقريباً كل الموظفين من البنكة اللي كانوا في السياج وعملت تقرير ذاك الوقت اللي في أكثر من 200 صفحة على هاد هاد الأمر هذا إذن كان شوية كان شوية ديال السيرفيس ميليتر كان شوية ديال ماشيشي ناو دخلنا كان نقل سوحدة الناس وتنخدموا معاهم إلى غير ذلك من بعد حسب الرأي ديال الناس اللي كانوا تيسيرون كل واحد فين صفته أنا كنت من المحظوظين إنهم اقترحوا علينا نمشي سنة لإيطاليا التكوين في إيطاليا واحد من أصدقائي إبسال فرنسا العلاج قل لك حي تنتوما لما جورد لبروموسيون لإننا إحنا اللي جينا اللولين في الترتيب ديال 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 مع ذوك الإخوان ديال دا اللي كانوا معنا أنا مسيت لإيطاليا كانت تجربة من أروع ما يكون إننا تعرفت على بلاد وعلى تقافة وعلى إلى جانب الجانب المهنين إن اشتغلت في بنك إيطالي كذلك ورجعت من إيطاليا في دور ديال واحد مساعد ديال واحد السيد اللي كان مكلف بجزء من الزبناء ديال المركز ديال البنك وكان عنده من بين الزبناء دياله الناس اللي تبعوا يشريوا في القمح والناس اللي تبعوا الملاحة البحرية والسياحة والأشغال العمومية فكان عندي معاه اختصاص في تمويل هذه القطاعات وكان ماشي غير التمويل وكذلك اللي بحت على زبناء فهذا القطاع يعني دخلت كإنسان يمشي يقلب على الزبناء ويدرس الملفات ديالهم ويشتغل كي يسميها في البنكة الوقت يعني العمال ديال البنكي بكل معنى الكريم كنتي في تماث أو علاقة مع أوصات من البرجوازية المغربية قعت لي واحد الأمر عجيب وهو واحد الزبناء ديالنا رحمه الله واحد النهار جاب الخبار بأننا أنا في الحزب الشيوعي ومشا عند الرئيس المدير العام عند الحاجة عبد المجيد بجنون كان صديقه وقال له كيف شالحاج؟ قال له تعطي المصالح ديالنا لهذا كذري اللي عندكم تماهو وسمعته بأنه سيوعي وهو من بعد هو اللي حكالي حكالي هاد الأمر هدا فيما بعد واحد النهار جاء قال لي تتلني المسامحة وحكالي هاد الأمر هدا شكن هو؟ الله يرحمه الحاج محمد الغراري في أي خطع كان؟ كان في النقل البحري كانت عنده شركة نافيمار جاء عندي قال لي يا عبد الواحد غادي نطلب منك المسلحة قال الله يبدي الحاجة قال لي هماكين وهماكين قلت له واش قال لي كالحاجة عبجي قالوا لحاجة عبجي قال له نبغيك يعطيك الله شعوينا وجيت طلع لي هواتي دافع الميل في ديالك في الكوميتين كريدي انتو ما في الحزب كنتو تعتبروا هاد البرجوازية وطنية وحليف لكم؟ أنا أنا كننخدم أنا كنت بالنسبة لي أنا كندير السياسة ولكن أنا أنا رجل مهني أنا رجل ديال المهني أنا أفتخر بكلام قاله جلال ما ديالك الحسن التاني في حقي اللي سماني في السياسة قال لي هفلان ما شيحة انت في البيبيس وحيت غادي نعملو الحكومة ديال التوافق مع اليسار ما شي حيت لك؟ عيت لك لأنه انت مهني والناس يقولوا بأنك المعروف بالكفاءة والاستقامة ديالك قصة تعينك رئيس مدير عام القرد العقاري والسياحي في 1997 وتعينت في 1998 في نهاية 1997 تصل بيه السيدريس جطولي وكان زابون ديال البنكا وصديق كذلك أعرفه حق المعرفة وجاري كذلك بس الوقت واحد النهار عايت لي في التليفون قال لي هاجي بغيت نشوفك مشينا تغدينا جميع قال لي راه عندناه مشاكيل مع القطاع العام البنكي في وفي 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 البنك الشعبي وفي ودبارها كل في الناس يدنا باش نقلبوا على شباب اللي يقدرو يجو اللي كان في قطاع الخاص اللي يمكن لهم يبدرو بهاد المؤسسات الاخير أنا طبعا كنت ماشي متردد كنت معارض تماما كنت لو السيدريس سير شوف شي واحد اخر أنا كنت فعلا كنت مرتاح لانا عاد البنكة لا بيمسوا تمت الخوصصة ديالها وبنجللون عثمان اه اعطاني انا رقم جوج في البنكة يعني مدير عام اللي كان اعطاني تسير ديال ديال وبديت تنخدم تقريبا شي عام شي عام شي عامين ديال ديال العمل وبدينا تنقدو الامر قال لي عطيني اسماء عطيته اسماء بعد عودت تاني واحد البعض ديال قال لي رهولو ما انا انتهى غالي تمشيه ببيتي ولا كرهتي فعلا كان الحاح شفت احد مستشاري جلال الملك اللي هو اندريا زولي واللي قال لي اه ولا بدمت جيت تساعدنا الى اخر يوم وبعد قال لي شفت اردود ديالي قال لي الى الى جلال الملك اخذ الخرار قال له جلال الملك تصفت الناس يموتوا في الصحراء وانا غادي اعطاني نسير بان كمع يوم قبل اش خريب ما عندي غادي قبل لي انه هذا 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 واجب ولكني لا يمكن لكم تستغنوا عليها وعطيته بعض الاسماء ديالبعض الاخوان وهكذا كان سمشيت للسيئة وكان في اعلان عسكر طبعا استقبلني ما منتمنت الناس استقبل استقبل سيت الراب كان عملو ديالي كل وكالة ديال الريجولاسيون اية واستقبل السيوى كريم اللي عملو في البيتة تيف واستقبل شكون الرابع الله يرحمه السيئة عبد الله اللي كان سماه رئيس المدير عام ديال البنك الشعبي شكرا جزيلا الأستاذ سهيل عبدالوحد ويتوصل حوارنا معك في حلقتين قديمة